أم حسن أيضا تسأل على قضية المحادة هل تأكل الزعفران؟ أختي الفاضلة مثل ما ذكرت لك قبل قليل فيما يتعلق باجتناب المرأة المحادة الأشياء الخمسة ومن جملتها الطيب والزعفران لا شك بأنه نوع من أنواع الطيب فهو مقصود فهو مقصود ولذلك المرأة المحادة تجتنب الزعفران أكلا أو شربا مثل ما يرضى أحيانا في الشراب وشيء من هذا القبيل تبتعد عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرمة عن أن يمسى ثوبه ورس أو زعفران ورس نوع أصفر من الطيب وكذلك الزعفران والمرأة مثل المحرم هي أيضا ممتنعة ومحادة ومجتنبة لمثل هذه الأشياء فنبهيها بارك الله فيك